اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار من القناة الوطنية الاولى ونستهلها بالعنوين مجلس جهوية ممتازة تلتأم بعديد ولاية الجمهورية والمشاريع المعطلة وبرامج التنمية الجديدة موضوع نقاش المواطنين والمسؤولين الجهويين والوطنيين وفد سياحي فرنسي هام يزور تطوين وتثمين الكسور والصحراء وموروث المنطقة المادي واللمادي هدف منظمي الزيارة عروض مسرحية وفنية تجمع التلاميذ والاولياء والمربين بالتاجروين بغية توحيد الصف الأسري والتربوي في مواجهة العنف انعقدت اليوم وتنفيذا لقرار حكومي بكافة ولايات الجمهورية مجلس جهوية بإشراف أعضاء الحكومة وبهدف الوقوف على الإشكاليات التنموية بالولايات ومتبعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في ولاية مدنين استعرض نواب الجهة الإشكالات التي حالت دون تنفيذ العديد من المشاريع المبرمجة منذ سنوات للجهة ومشاريع تنموية تحتاج حسب ما جاء في المجلس الجهوي إلى حلول عملية لتنفيذها في أقرب الآجل في ولاية مدنين حزمة من المشاريع المختلفة التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة لفائدة الجهة ظلت دون تنفيذ لتعطل عدد منها والتوقف الآخر في قطعي النقل والصح على وجه الخصوصة لا سيما تنفيذ مشروع كلية الطب بمدنين ومد السكة الحديدية إلى الجهة انتلاقا من جابس كانت انتظاراتنا كبيرة في السنوات الأخيرة خاصة بعد الثورة لتحقيق مشاريع كبرى في ولاية مدنين تنهض المنطقة هذه نعرفها منطقة مهمشة اقتصاديا لكن للأسف حتى المشاريع اللي وقع اتخاذ القرار بشأنجازة معطلة لأحد الآن على الحكومة الإفاة بمشاريعها التي معددت بها ولاية مدنين بسفة عامة والأهم من المشاريع هذه نعتبر القطاع الصحة لأن القطاع الصحة على ولاية مدنين كاملة كولاية كاملة بكافة مستشفياتها بكافة معدمياتها تشكر نقص خاصة في طب الاقتصاص وخاصة في بقى العديد من معادات وكذلك عندنا مجال النقل وربط نزالها بالسكة الحديدية وربط كافة المدن بالطرقات مشاريع مبرمجة تم الاتفاق بشأنها بين الأطراف الحكومية ونشطاء المجتمع المدني وممثلي فروع المنظمات الوطنية ولسيما اتحاد الصناعة والاتحاد الجهوي للشغل بمدنين تنتظر التفعيل الحقيقي والقطع مع سياسة الوعود مناطق صناعية ما زال مش مجهزة لحد الآن عنا يعني بنية تحتية يعني مهترأة بكل صراحة يعني كتشوفوا عدة مشاريع ما زال ما شوفناش منطق الحرر بن جردان حطينا حجر لساس وقعدنا عبزين تفرجوا منطقة لوجسية بجرجيس كيف كيف نحن نبحث على مشاريع كبرى اللي عندها جدوى كما السك العديد كما الجنطرة تفهمنا فيها كما الاتفاق مع الشاسم الحكومة الصينية ربما لي بنية المشاريع اللي عندها جدوى وعندها فاعلية وعندها معناها إضافة تقريبا عدة مشاريع تم الانطلاق في إنجازها على مستوى ميناء جرجيس بالأساس انطلاق الرحلات من جرجيس لمرسيليا نعتقد كان حلم والحمد لله تم تنفيذ لكن في مستوى النقل الحديدي فم دراسة جاهزة رجوع الاتفاقية الثنائية بين تونس والصين الدراسة هذه ما زالت تطلب بعض التمحيص ربما على مستوى التنفيذ وإيجاد التمويل اللي لازم وفي جلسة ممتازة للمجلس الجهوي بولاية مدنينة بحضور عدد من نواب الجهة استعراض لنسب تقدم عدد من المشاريع واستعراض أيضا للإشكالات والعمل على حلها في أقرب الأجهل وخلال المجلس الجهوي للتنمية بقفص انتقد عدد من أعضاء المجلس بطأ وتعطل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى المبرمجة بالجهة ويطالبون الحكومة القادمة باعتماد من وال تنموي جدي المتدخلون في أشغال المجلس الجهوي للتنمية أشاروا إلى بطء إنجاز عديد المشاريع المدرجة ضمن المخاطط التنموية أو المنبثقة عن المجالس الوزرية المخصصة لولاية قفصة مؤشددين على ضرورة الدفع نحو الحلول الكافلة بتنفيذ القرارات والمشاريع المعطلة تماش تقدم في إنجازها تقدم ملموس فقط تم تقدم بطيء ما يشكو منه ناس هو الوضع الصحي الوضع البيئي التلوث هذه أشياء لم نرى أثرا لعلاجها في الوقت الحاضر نفس الإشكاليات التنموية العالقة منذ سنوات هي نفسها قاعدة تتراكم إلى يومنا هذا نفس إشكاليات محط النقل البري معناها متعطلة إلى اليوم مطار معناها أنجزة وخصصة تعالية الدولة معناها مليارات اليوم ما غير طائرات ما غير ركام ما غير سفرات إشكالية الشبكات المهترأة في بنسبة للماء لأصبحت معناها إشكالية عويسة هناك ما تم تنفيذه على غرار مدرج المطار بكل فتع عشر مليون دينار وعلى غرار تقريبا سبع واربعين كيلومتر من الطرقات لكن هناك بعض المشاريع اللي ما زالت عالقة في إطار معناها توفير الأعتمادات اللازمة أو التي تتطلب اتخاذ قرارات على غرار المعبر الحدودي عوغلة أحمد الذي ينتظر في موافقة الجانب الجزائري وزير المالية أشار إلى أن المشاريع المعطلة خاضعة لمراحل تنفيذ ويتم سائل إنجازها في أقرب الأجال جهات قفصة اللي نحن في حاجة لإحداث البنية الأساسية الضرورية نحن في حاجة إلى استكمال المشاريع سواء في القطاع الصحي أو في القطاع المياه التوفير للماء الصارح للشراب عديد البرامج والولاية قدمت لكم الوثيقة في هذا المجال وإشكاليات العقارية لبعض البرامج باش نعملوا اليوم على حلها وبالنسبة لكل المشاريع اللي ترشد إشكاليات باش نكون ثم ملفات اللي باش سواء الحكومة هذه أو الحكومة القادمة إن شاء الله يتم إيجاد الحلول الملاء ضمان التزود بالماء الصالح للشراب وتنويع القاعدة الاقتصادية بالجهاء ودعم القطاع الفلاحي والصحي من أبرز المشاغ التي يعاد طرحها مع كل مجلس جهوي للتنمية في انتظار إفرادها بقرارات تضمن حل حالتها ضمن رؤية تنموية شاملة وفي اجتماع المجلس الجهوي للتنمية بالكاف حمل عدد من أعضاء المجلس الحكومة مسؤولية التأخر في إنجاز بعض المشاريع وتركزت التدخلات بالأساس حول سبول تجاوز الصعوبات التنموية بدعم المركزية وتنفيذ المشاريع التنموية المعطلة أكد المجلس الجهوي للتنمية بولاية الكاف ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على دعم المركزية وتطوير البنية الأساسية وتحسين ظروف عيش المتساكنين والاستغلال المحكم للموارد الطبيعية بالجهة لدفع التنمية فيها الأولويات في بعض القيادة أولاً لابد من الطريق السيارة الكاف كما دع المشاركون في أشغال المجلس إلى الإسراع ببعث مشروع سراورتان وإلى دعم المبادرات الخاصة ومزيد تهيئة المناطق السقوية والصناعية والإسراع بإحداث منطقة للتبادل الحر بسقية سيد يوسف إحداث المنطقة الحرة في سقية سيد يوسف ضروري إحداثها في أقرب وقت مش تخلق حركية غير عادية الحاجة الثالثة في إطار بعث مشاريع المستثمر الشاب يجب أن ندعموه نمشوا معها نشجعوه المناطق الصناعية مسكرة مهمة البنية التحتية مهترأة المواسسة سيدية لدينا يجب أن نحافظوا عليها وعلى رأسهم السيوك معناها شريكة سمنتم لكليل يلزم هذا يبقى ساعة قطاع عام نحن مستعدين في جهتنا باش نسلموا في المؤسسة هذه وزير التجارة عمر الباهي أكد عمل حكومة تصريف الأعمال على متابعة الوضع التنموي في الجهات بهدف النظر في دفع المشاريع والبرامج التنموية المعطلة يبش تابعوا مع السيدة الولاد مع السيدة النواب مع أعضاء المجلس الجهوي الكل التقدمون على المشاريع وين كانت نسلم معاطلة كيف نجمون مع أنت نشوفوا كانت بعض الصعوبات نجمون نتعدى باش ندفع أكثر عملية التنمية في الجهات المجلس الجهوية ويأتين عيقاد المجلس الجهوي للتنمية بولاية الكاف في وقت تشهد فيه الجهة صعوبات تنموية متعددة أثرت على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وفي جابس تطرق المجلس الجهوي لتنمية إلى عديد المشاغل التنموية والمشاريع المعطلة بالجهة وقد صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بأن المشاكل المالية لشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بجابس تتجه نحو الحل مثلت أشغال المجلس الجهوي للتنمية لولاية جابس المنعقد بشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسط تسليم الفرياني إطاراً مناسباً لطرح المشاغل التنموية بهذه الجهة صعوبات الواقع كبيرة خاصة مالية لتحد من إمكانياتها للقيام ببرامجها خاصة في مجال تهيئة المناطق الصناعية والاستثماء مشاريع عديدة تم الإعلان عنها في المجلسين الوزاريين لـ 25 جوال 2015 وـ 22 أول 2019 لا تزال تراوح مكانها وتسببت في تعطيل الاستثمار وفي تواصل تردي الوضع البيئي وفي ضعف الخدمات الصحية ما وصلنا إلى نتائج إيجابية ملموسة اتمكننا من إنجاز مخطط الأعمال اللي صدق عليه مجلس إدارة في أكتوبر 2019 واللي يهم معناها تهيئة منطقة صناعية بمطمطة الجديدة اللي هي منطقة تنمية جهوية ذات أولوية وكذلك تهت منطقة صناعية أخرى ببوشمع مستشفى الجهوي توا بيجيبس معناها فيه شوية إشكاليات معناها خطر فيه شوية ديترافو معناها بشي أشغال بشي نقص معناها من الكاباسيتين معناها بتاع المرضى منه في بريود إيبيديمي كيما هذه ماذا بينا معناها المستشفى الجامعي معناها بيجيبس معناها ضرورة قصوى 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 والميزانية بتاع دراسات معناها سطرتها وزارة الصحة مشكورة وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قدم الجديد بشأن حق الأزارات وبين أن المشاكل المالية لشركة التصرف القطب الصناعي والتكنولوجي بيجيبس تتجه نحو الحل مشروع المحروقات في الزارات هذا مشروع متعلق من 2012 ما تقدمش عنده معناها امكانية كبيرة برشا في الحجم تاع حق النوارة بصراحة يخلق ديناميكية كبيرة والبرح في مجلس الوزراء تمت المسادقة على تقديم المشروع هذه على مستوى مجلس الناب الشعب وإن شاء الله تم المسادقة عليه من قطب التكنولوجي وشركة التصرف قطب التكنولوجي نحن نصور أنه العام الجاية بشك تكون نقلة نوعية كبيرة لأنه المشكلة المالية قاعد يتحل في هذا المجلس تم إمضاء الاتفاقية الخاصة بتمويل المجمع الكيميائي التونسي لمشروع بناء المدرج متعدد الاختصاصات الذي سينجز بالمدرسة الوطنية للمهندسين بيقابس في إطار المسئولية المجتمعية لهذا المجمع تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل والمنظمات الوطنية لمقاومة الفساد يعتبر هذا التمشي من بين السبل الكفيلة بإذفاء النجاعة الضرورية في خوطة مكافحة الفساد حسب ما أكده المختصون في المجال وما عبروا عنه ضمن فعاليات ندوة علمية بعنوان دور المحام في إرساء الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد نظمتها بمدينة الحمامات الهيئة الوطنية المحامين بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمانا لتفاعل إيجابي بين مختلف المنظمات والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وتحقيق الحوكمة لتحسين أداء الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد تنزلت الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد تحت عنوان دور المحامي في إرسال الحوكمة ومقاومة الفساد بإزمان الحمامات هذا يندع رجل ضمن ما كنا دائما نطالب به وهو ضرورة تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لأنه مكافحة الفساد ونشر ثقافات وسياسة الحوكمة ليس من مهام سلطة أو هيئة لوحدة للمحامات دور هام وهم جدا ذلك أن مختلف العمليات غسل الأموال أكيد أن المحامات والمحامين سيكونون من الفاعلين في هذه المسألة باعتبار وأنهم مطالبون بواجب الحذر الندوة طرحت أيضا عددا من الإشكالات السيامة تعدد سياغات لمعاني الحوكمة وارتباطها بالجانب الاقتصادي ليتم تطرق أيضا إلى ما أنزز بعد الثورة ومدى مطابقة ما جاء به الدكتور ما بعد الثورة مع ما هو كأن الحوكمة هي مصطلح قانوني نقول أنه في طور التشكل مشكان في تونس برك في بلدان العالم وفي عديد الديمقراطيات هو في طور التشكل المحامين بالنسبة لمنظومة جديدة واردة علينا في حاجة بالشعب والتجارب الأجنبية وفي السياق المتصل بمسألة واقع التشريع القانوني لمبادئ مقاومة الفساد صلبة هيئة مقاومة الفساد تم تقديم عدد من المقترحات التي ربما تزيد من فعالية عمل الهيئة النظام القانوني في تونس هو نظام متشعب يعني النصوص الحديثة انضافت إلى النصوص القديمة دون أدنى تنسيق وهو من جرى عنه تضخم تشريعي يتطلب تدخل هذا وسيقع النظر ودراسة ونقاش كل محاور الاهتمام بهذه الندوة سيما المتعلقة بمقترحات قانونية للهيئة الجديدة القادمة لمقاومة الفساد في مشهد سياحي إيجابي الجنوب التونسية اليوم بمعالمه الحذرية وبثراء مخزونه الأثري وتراثي وتنوع مواقعه الجيولوجية تحت مجهر عدد من ممثلي وكلات الأسفر الفرنسية في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تسع سنوات إلى ولاية تطوين تحديدا للتعرف على هذه المنطقة كوجهة سياحية جديرة باستقطاب السائح الفرنسي هي الزيارة الأولى إلى ولاية تطوين بهذا الحجم من حيث عدد وكلاء الأسفر الفرنسيين منذ أكثر من تسع سنوات انطلقت من قصر الأحداد لتشمل قراش نيني والدورات وغيرها من المناطق السياحية في تظاهرة ترويشية للوجهة السياحية التونسية في السوق الفرنسية السوق الفرنسية اليوم في بلادنا أول سوق يجبنا نحافظ عليها يجبنا ندعمها يجبنا نقفولها وذي الوقفة مع أزوقك تشوفت برشير متاحهم سيد تونسيان الكل على جنوب تونس وعلى تونس نحن نراوح حاجة باية باش نقفولها ونجحوها وخاصة نجربها على أبواب لونسكو أكثر من أربعين وكالة أسفار رجعوا فرحانين مش فرحانين أكثر من فرحانين هذه منطقة ذات خصوصية لأن فيها جبل وفيها صحرة وفيها مناطق حلوة وفيها قصور وفيها حاجة اللي هما ما يعرفوا مليحة يعني جيبنا نوري وهنا وذي يرى هما كيف داروا معنا ما قاعدين يكشفوا ولو هما سيد بروفيسيونال دي توريزم قاعدين يكتشفوا في عايز جديد شي موجود الشيفي باش هما يعطيونا شوية بدوننا شوية الذهم ويعطيونا ثقة وفد وكلاء الأسفار الفرنسيين المصحوب بعدد من الصحفيين الفرنسيين المختصين استهل جولته الاستطلاعية والاستكشافية بالجنوب التونسية من جزيرة جربا مرورا بقسر غيلان بولاية كبلي ووصولا إلى ولاية تطوين فكان الموعد للاكتشاف والمتعة للكثير من هؤلاء المهنيين يضم هذا الوفد مهنيين في القطاع السياحي في فرنسا وهذه الجولة مكانت من اكتشاف مناظر جميلة جدا ونتمنى أن تصل رسالتنا إلى كل الفرنسيين الذين ندعوه إلى قضاء عطالهم بتونس زرنا جزيرة جربا وقضينا ليلة بالصحراء التونسية وكانت الأجواء جد رائعة وسنعمل مع شركائنا هنا في تونس على برمجة عدد من الرحلات السياحية من فرنسا إلى الجنوب التونسي خلال الأشهر المقبلة الأجواء كانت رائعة لمسنا حفاوة الاستقبال واكتشفنا مناطق جميلة وسنبحث مع المهنيين في القطاع السياحي بتونس كيفية أنجاح برنامج لرحلات الوفود تظاهرة ترويجية لما يعرف لسياحة المجموعات في السوق الفرنسية حققت الكثير بحسب منظمها والمشاركين فيها وعدت خطوة جديدة في مجهودات التقليص من توصيات الحذر والمنع لتوجه السياحة نحو المناطق الغربية والجنوبية للبلاد التونسية في شأن الطبي تقنية جديدة تهدف إلى تطوير الأبحاث العلمية ضمن استراتيجية دولية للتوقي من مرض الصراع يعمل مركز البيوت تكنولوجيا في سفاقس على دعم قدرات الأطباء فيها أهمية هذه التقنيات ومدى نجاعتها فتلكشف المبكر عن هذا المرض تم التركيز على هذا الموضوع ضمن فعاليات مؤتمر عقيدة بمركز البيوت تكنولوجيا بحضور عدد هام من الباحثين من فرنسا وتونس أحد أهم مخابر مركز البيوت تكنولوجيا في سفاقس هو ركيزة أساسية في تطوير البحث في اعتلالات الدماغ الصراعية مجال طبي بحثي سيدعم ريادة سفاقس على مستوى شمال إفريقيا خاصة مع وجود هذا الجهاز الذي يؤمن تقنيات التسالس سولي للتدفق العالي للحمض النووي أول حاجة نأخذ الديين اللي هو الحمض النووي نأخذوه يجب أن يكون عنده معايير معينة التقنية هذية مش تساعدنا اللي احنا ندخل معتها ان بروفوندور لليسيكنس لليسيكنس لديين بور لدياغنوستيك وفي المجال الطبي الخصائص الوراثية بصفة أدق الخصائص الوراثية بخصائص أدق فهمت تقنيات معتاليهما ترديسيونية لقدم هذه تمكننا وتسهل لنا هي أرخص وأسرع وتمكننا زيدا لحنا نعمل بلزير بسيون فرد وقت أوراد الوراثية الإشكالية انتحة هنا متعددة الجينات كنا في وقت سابق ان التحاليل بالجين 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 باللقزان باللقزان هنا بالتقنيات هذية نجم نحل عديد الجينات مئات فوق ألاف الجينات في نفس الوقت مدى مستهمة هذه التقنيات في التشخيص السريري هو الموضوع الرئيسي لأول مؤتمر ضمن مشروع التوأمة بين جامعة اسفاقص ومؤسستين أوربيتين رائدتين في الأمراض الصراعية بحضور عدد هام من الباحثين في علم الوراثة أعتقد أنه يوجد في تونس وفي اسفاقص تحديدا الخلفية العلمية في علم الجينات وفي التشخيص المبكر للتعرف على الجينات المتسببة في مرض الصراع لدى الأطفال وهو موضوع هذا المشروع والذي سيمكننا من وضع الأطر اللازمة لتطوير الأبحاث العلمية ضمن استراتيجية التوقي من أمراض الصراع هذه الأبحاث هي بالتأكيد الوسيلة التقنية والعلمية لمعرفة أسباب هذا المرض وكيفية تشخيصه مبكرا وأعتقد أن هذا التعاون مهم جدا من أجل تنسيق سبل العمل المشترك بين تونس وأوروبا والذي قد ينتج عنه اكتشافات علمية مشتركة حول أسباب مرض الصراع والشنات المتسببة فيها مشروع التأمة هذا الذي يموله الاتحاد الأوروبي يهدف إلى قيام جامعة اسفقص ببناء شبكات بحثية مستدامة وملء الثغرة في المعرفة إضافة إلى التكامل مع الشبكات الدولية من خلال التدريب وتبادل الموظفين نختم بالثقافة وبالأمسية الثقافية التي انتظمت بدار الثقافة بتجروين أمسية بعنوان العنف مش الحل حمل من خلالها أبناء معهد علي الحصر بالجهار سالة لنبذ العنف والتطرف وذلك من خلال عروض مسرحية ورسومات تعبيرية بفكر تلمذي عروض فنية ومسرحية تضمنتها الأمسية الثقافية التي انتظمت بدار الثقافة بتجروين ببادرة من معهد علي الحصر بالجهار تحت شعار العنف مش الحل تظاهرة مميزة بأنشتتها بالمسرحية المسرحية التي تقدمتها بعروض فنية لوحات جميلة جدا من إنتاج تلميذ المعهد علي الحصر بالجهار هذه التظاهرة أرد من خلالها تلميذ المعهد توجيه رسالة لنبذ العنف والتطرف وخاصة في الوسط المدرسي في ظل تنمي هذه الظاهرة في بلادنا إضافة إلى مزيد ترسيخ العلاقة بين التلميذ والمربين والأولياء معناها كيف ما تشوفوا بحذين صارنا في تيتابلو معناها عملنا العروض وإن شاء الله يكون وصلكم مساج به حول العنف بجميع أشكاله خاصة وأنه في المدة الفارطة معناها ازدادت وطيرة العنف في تولس فخيرنا أنه معناها نعملو هالأمسي هذه اللي هي متنوعة في الحقيقة التظاهرة تطرقت كذلك إلى العنف المصلة على النساء وتضمنت لوحات إبداعية لعدد من تلميذ المعهد الذين قدموا باكورة من الأنشطة التي يقومون بها صلبنا للنواد الثقافية بالمؤسسة تظاهرة العنف المتفشية في المجتمع وخاصينا بالذكر العنف ضد المرأة التظاهرة هذه فيها هناك مزيدة مختلفة كما المسرح كما زيد الشعر والبنتور كل تلميذ لتلميذ لتحكيوا على العنف كما هم يراوها بطريقة ليراوها هما أمسية ثقافية ثثة إبداعات تلمذية في سعي إلى نبضي العنف في مختلف تجلياته وتفسيخ قيم التضام هكذا نصل مشاهدين إلى ختم النشرة ونذكركم بالعنوين مجالس جهوية ممتازة تلتأم بولاية الجمهورية والمشاريع المعطلة وبرامج التنمية الجديدة موضوع نقاش المواطنين والمسؤولين الجهوين والوطنيين وفد سياحي فرنسي هام يزور تطوين وتثمين القصور والصحراء وموروث المنطقة المادي واللمدي هدف منظم الزيارة عروض مسرحية وفنية تجمع التلميذ والأولياء والمربين بتجروين بغية توحيد الصف الأسري والتربوي في موجهة العنف ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزاء التونسية في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة